السلام عليكم مرة ثانية معكم احمد حمدي وده كورس اكسل فروم زيرو توهيرو في الفيديو اللي فاتتكلمنا على الهوم ريبن تكلمنا على اول سكشن اللي هو الكليب بورد كلمنا زي نعمل بيست فاليوز زي نعمل الديفرن اوبشنز او زي نعمل الاستخدامات المختلفة للفورمات بنتر في الفيديو ده ان شاء الله هنحاول نتخلص الفونت والالايمنت مع بعض بحيث ان الفيديو يبقى وقته صغير طيب بالنسبة للفونت سكشن انت عايز تغير الفونت ده حاجة سهلة جدا بتفتح الليستة بتاع القطوط هنا وتبدأ تختار الفونت اللي انت عايزه على حسب الحاجة اللي انت عايزها عايز تكبر تصغر براحتك تمام جدا عايز تخليه بولد يعني بولد ده اللي هو يبقى يعني سيك شوية او السيكنز بتاعه الخامته كبيرة شوية عايز تخليه ميل عايز تخليه ريجلر عايز تحط تحتيه خط بالمنظر ده مش عايز تحط تحتيه خط عايز تحط دابل لاين بالمنظر ده ده هنا اندر لاين وفيه دابل لاين حتة السل احنا ما بنيجي نبع الخطوط اللي هي بالعرض دي وبالطول اللي هي السلز دي او الخلايا دي مش بتطلع معايا فانت لو مسلا عايز تعمل تابل تخصص تعمل مسلا زي جدول بس الجدول ده عايزه يطلع معاك في الطباعة فانت بتبدأ تعمل الشكل ده عايز مسلا البوردر الخارجي يبقى تقيل شوية تمام بتلعب به كده عايز تعمل الهيدر بتاعك مسلا يبقى تقيل الجو ده يبقى يعني الكولوم ده يبقى تقيل فبيديك المنظر اللي انت شايفه ده عايز تغير في الالوان يعني انه مسلا هنخلي مسلا اللون واطفر بقى اللون اللي احنا عايزينه تمام بتبدأ تمشي زي ما انت عايز اللون بتاع الحاجة اللي انت عايزها تشوفه يبقى عامل ازاي عايز تخليه سك شوية تبدأ تشوف اللاين ستايل تمام تخليه سك شوية زي ما احنا شايفين بالمنظر اللي احنا شايفينه ده تمام دي شوية اوبشنز للدرو بوردرز عايز تمسح تعمل بتعمل حتى lantern اوه نمسح لبوردر lawn اوه امسح البوردر بالمنظر ده نسلكت ونمسح فrows zmw whatifer اللي انت عايزه عايز ترجع تاني كل حاجة زي مهي من غير ما تعمل اي حاجة ده نمسحنا كل حاجة بالمنظر اللي احنا شايفينه ده تمسح زي ما انت عايز عايز تسلكت بوردر هيطلع لك نو بوردر بالشكل ده طيب ده بالنسبة لحتة البوردر بالنسبة لحتة الالوان طبعا انت هنا عندك في حاجتين في ان انت تلون الخلية ذات نفسها تمام وفي ان انت تلون الخط ذات نفسه يعني مسلا كلمة دي نخليها بالاحمر خليها بولد مسلا حاجة زي كده تمام تكبر وتصغر زي ما انت عايز فده بالنسبة لحتة الفوند سكشن في في ال اوفيس وطبعا اي حد شغال وورد بالنسبة له هاي بقى كلام سهل جدا وما فيش في اي مشكلة طيب نجي لحتة الالايمنت دي حتة جميلة جدا شوية يعني ناس كتيرة بتستخدمها اه هنا ده بيبقى الالايمنت بتاع التكست جوة السل يعني دي خلية هي التلاتة دي لو جينا وبصينا عليها نلاقيها في الكورنر تحت هنا طبعا انت عايزت خليها في النص خليها في نص الخلية بتختار الالايمنت بتاعك زي ما انت عايز تمام فوق تحت في الكورنر على اليمين في النص بتزبطها بالمنظر اللي انت عايزه ده. طبعا ده حتة يعني مسلا كلمة دي دي احنا ممكن نخليها ميلة طلعة يعني جاية بالمنظر ده او جاية بالمنظر ده انت عايزها ازاي فبتعملها من هنا عايز تمسحها وترجعها زي ما كانت بتدوس عليها تاني. طيب اه حتة اللي هو انت مسلا بتكتب حاجة دي مش بنستغلها هنا في الورد قوي في ال اكسل يعني مسلا انت عايز تدخل ده جوه شوية يبقى زي سبتايتل لكنك بتدخل سبتايتل جوه بس دي يعني حاجة ملهاش لازم قوي انت مش بتكتب تكست انت بتكتب يعني بتعمل تابل او بتعمل عمليات حسابية فمش هتعمل زي سبتايتل او حاجة زي ده طيب حتة دي حاجة جميلة جدا برضو معنا في ال اكسل فانا عندي مسلا حاجة بالمنظر ده مسلا يعني حاجة فيها حروف كتيرة قوي كده دي كلمة مسلا الكلمة دي لو جينا بص هنا هي دخلة على الثلاثة سيلزل اللي بعدها بس انا عايز اخليها فسي الواحدة فابدوس على حتة بالمنظر ده يخليهم كلهم مع بعض تمام اه حتة اللي هو من الشمال اليمين من اليمين للشمال بتاعك ايه برضو بتزبطها من هنا حتة الميرج ده من الحاجات الجميلة جدا 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 في ال اكسل مسلا دي مجموعة خلايا انا عايز تخلي ده كده زي طايتل واحد او دول كده خليهم سيل واحدة او خليه واحدة هدوس على ميرج هيخلولي دي كده خليه واحدة ده كده اما اكتب هيكتب لي فيها بالمنظر ده تمام فده بالنسبة للميرج عايز ترجعه تاني زي ما كان هتدوس تاني بالمنظر اللي احنا شايفينه ده طيب اه الميرج بيبقى مسلا لمجموعة خلايا بالطول بالعرض على بعض بالمنظر ده عايز ترجع تاني بتدوس عليه تاني تمام بالمنظر اللي احنا شايفينه ده طبعا هنا دي دي الاوبشن اللي جوا ميرج كروس مش عارف ايه ايه كل دي برضو نفس الفكرة انت بتسليكت حاجة معينة بتدوس ميرج واميرج عادي جدا طيب ده بالنسبة لحتة الالايمنت انا مش عايز اطول في الفيديو ده عشان برضو يبقى ايه الفيديو مش ممل فهنا في الفيديو ده احنا اخدنا فونت واخدنا اللايمنت الفيديو اللي جاي في مقدمة بسيطة كده هديها قبل ما ندي النومبرينج عشان النومبرينج ده في حاجة كده يميلة جدا حابب اتكلم عليها اه قبل ما ندخل في النومبرينج بتاع الاكسل اه ايه اوب ان انتو اتمنى ان انتو كونوا استفادتوا حاجة جديدة ويا رب يا رب يكون فيه وفيه منفاعة عامة ويا ريت ما تنسوش تعملوا اللايك والشير والسبسكرايب عشان كنوع من التشجيع وان شاء الله بإذن الله نعمل فيديوهات اكتر واكتر اشوفكم الفيديو اللي جاي وسلام عليكم ورحمة الله بركاته